أقول الكلمة الآن إلى شيخ المحدثين بالديار المصرية العلامة الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم فليتفضل فضيلته مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحييكم جميعا بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن هذا المؤتمر الدولي جاء في توقيت هام وعالمنا يموج بفتن وتحديات لا خلاص لنا منها إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وبتوثيق الصلة به وإن عنوان هذا المؤتمر الذي يدعو إلى الإصلاح هو في الواقع دعوة الإسلام الحقيقية التي تستوجب على أتباعه في كل الأرض في مثل هذه الظروف التي تمر بها أمتنا العربية والإسلامية أن نتوب إلى رشدنا وأن نتوب إلى ربنا فما نزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة وإذا كان طريق التصوف الخروج من كل خلق دني والدخول في كل خلق سني وإذا كان منهاج التصوف قام على الكتاب والسنة كما قال الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن هنا نقول للذين يقفون في مواجهة هذه الدعوة للإصلاح أن ننظر إلى ما أمرنا الله تعالى به في القرآن ففروا إلى الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كان يعملون ولننظر إلى الحديث القدسي الذي يقول فيه رب العزة من عاد لي وليا فقد آذنتوه بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترطوه علي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها من هنا نقف على أن التصوف دعوة إلى توثيق الصلة بالله قيوم السماوات والأرض ليس كما يدعي البعض من الشطحات أو من الخروج عن آداب الكتاب والسنة لو كان الأمر كذلك لا نقبله تصوفاً أبداً إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء ويقال لفشار الله فهو أعمل شيطان لكننا نقف مع التصوف الذي شبهوه باللبن والحقيقة بالزبط فالشريعة لابد لها من حقيقة لابد أن تثمر ثمرتها لابد أن تؤتي ثمارها أخلاقاً فاضلاً وقيماً ونبلاً فإن لم تؤتي فهي عاطلة ولذلك قالوا شريعة بلا حقيقة عاطلة وحقيقة بلا شريعة باطلة لأنه حين يدعي حقيقة ولم يقم بأمر الشريعة فلا يمكن أن يقبل هذا بحال من الأحوال ومن أجل ذلك فنحن إذ ننظر إلى التصوف في هذه المرحلة وإلى الذين تنكروا له أعجبني ما كتبه شيخ الدعاء المغفور له فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله حين ألف كتاباً عن التصوف وأسماه الجانب العاطفي في الإسلام بحث في الخلق والسلوك والتصوف وقال شيخنا في هذا الكتاب ما ملخصه في هذا الكتاب إحياء لواحد من موروثاتنا العلمية الثمينة تتنكر الحياة المعاصرة له ولسوف تحرم بركات السماء والأرض إن ظلت مخاصمة له ألا وهو التصوف وإذا نظرنا إلى أئمتنا الأقدمين فنرى ابن تيمية وهو شيخ الإسلام الذي له مكانته في كتابه الفتاوى حين قسم أهل التصوف إلى قسم وصل إلى درجة الصديقية وقسماً وإلى قسم آخر المتوسطون وإلى قسم سالس الدخلاء على المحراب الصوفي ثم ننظر إلى أئمة سلفنا الذين قدموا لنا الفقه والتفسير والحديث وكتبهم سارت في العالم الإسلامي مسير الضوء في الآفاق وما من جامعة من جامعات الدنيا الإسلامية إلا وتدرس كتبهم الإمام السيوطي الإمام الغزالي الإمام بن حجر الإمام السبكي إلى آخر هؤلاء الشوامخ الذين قدموا جهوداً تذكر فتشكر وكانت كتبهم مراجع وأصولاً وكانوا يحترم بعضهم بعضاً ويعرف قدر الولي والعالم الصوفي حتى إن الإمام السبكي لما ذهب إلى دار الحديث وسأل أين كان يجلس الإمام النواوي وهو يدرس الحديث فقالوا له في المدرسة في هذا المكان فأخذ في هذا المكان يقبله ويقول وفي دار الحديث كريم معنا على بسط بها أهوي وآوي عسايا أن أمس بحر وجهي مكاناً مسه قدم النواوي وإذا قلنا إلى المعاصرين كفضيلة الشيخ محمد الغزالي في كتابه القيم وفضيلة إمام الدعاء لا ننسى إمام الدعاء الإمام محمد متولي الشعراوي رحمه الله رحمة الوزعة أذكر ذات مرة أننا سهرنا في بيته أنا وشيخ الأزهر والمفتي ووزير الأوقاف لإصلاح مناهج الأزهر فكان يستقبلون استقبالاً خاصاً فحاولوا أن يدعبوه وأن يقولوا له لم تخص فلاناً بهذه الخصوصية قال لأنني وأنا طالب في معهد الزقزيق الديني كانت لي ثلاثة منازل أحبها وما زلت أحبها من أهل التصوف بيت الشيخ أبو خليل وبيت الشيخ أبو مسلم وبيت الشيخ أبو هاشم رضوان الله عليهم أجمعين والإمام الشعراوي صار علمه وتفسيره في العالم مسير الضوء في الآفاء شهادته شهادة حق أما الإمام العارف بالله من أهل التصوف المعصريين وهو الإمام عبد الحليم محمود رضي الله عنه شيخ الأزهر الأسبق شيخ الأزهر الأسبق الذي تولى عمادة كلية وصول الدين وكنت فيها طالباً آنذاك أول ما تولى عمادة كلية وصول الدين قرر علينا مادة جديدة استحدثها وهي مادة التصوف وما زالت في جميع كل آية وصول الدين حتى الآن قرر هذه المادة وقرر فيها كتاب أبي حامد الغزالي المنقذ من الضلال وحققه وكتب له مقدمة ضافية عن التصوف توزن بميزان الزهب عندما دخلت الكلية وعندما أحسست بالأخلاق الصوفية التي كان يبثها بسلوكه قبل قوله وتوجيهه وأخذ الطلاب يقولون لي ما مشاعرك وأنت في السنة الأولى في كلية وصول الدين نريد أن تسجلها لنا في هذه المجلة فعجبتهم قائلاً لما دخلتك يا أصول الدين قد زاد حبي واطمأن يقيني ورأيت فيك مشاهداً دفاقة بالخير من حين هناك لحيني فعميدنا الورع التقي وصاحب القلب النقي رعى أصول الدين لم يأل جهداً إنه حفز النهى وبنوره وصلاحه يهديني يا رب قد يممت وجهي شطركم وكفايا هذا يا أجل معيني إن قصوف مذهبي ورياضتي وإذا مردت فخالقي يشفيني كلية الإسلام أنت منارة سيم الهدى يبدو بكل جبيني ضمي إليك الوافدين فإنهم قد شاقهم لدناك ألف حنيني قرآننا يرعاك حق رعاية يا خير حصن للصلاح حصيني السادة الأجلاء ضيوف مصر الأعزاء السادة أعضاء المؤتمر سرني ما قاله شيخ مشايخ الطرق الصوفية من تعديل القانون ومن تحديد مدة شيخ المشايخ ومن تعديل وتنظيم للمسيرة الصوفية بحيث لا تحيد عن الكتاب والسنة وبحيث يكون المشوار الجديد يواجه التحديات والظلمات والآثام التي غارق فيها عالمنا الآن وقد جربت دنيانا الشيوعية فأفلست والرأس مالية فأفلست والاشتراكية فأفلست والديمقراطية فتعسرت فجربوا التصوف الإسلامي الذي لم يخرج من عباءته منحرف واحد لم يخرج من عباءة التصوف منحرف واحد ولا متطرف واحد آن الأوان يا أمتنا أن نأخذ طريقنا إلى الله وليس على عيننا عصابة ولا في قلبنا غشاوة لأن التصوف يدعو إلى الحب والمودة والألفة ونبز الخلافات والكراهية والبغضاء وأن نكون أحبة ودعاء إن أحد الصوفية لما قال أين غطائي وهم في رحلة قالوا له ألك غطاء ولنا غطاء اعتزلنا لأننا نشعر أننا شخص واحد وأسرة واحدة ومن أجل ذلك فإني بكل الإدلال والحب لهذا المؤتمر أدعو مؤتمرنا هذا أن تخرج منه توصية الآن قبل الغد بأن نبارك ونؤيد قيام دولة فلسطين ونشجب أرض الوحي أرض النبوات أرض الأولياء أرض التصوف أرض النبوات لا يصح بحال لهذا الموقع الكريم من جسد أمتنا الإسلامية أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسر سيد الكونين صلى الله عليه وسلم لا وألف لا أن يستعمل الفيتو ضد قيام دولة فلسطين بعد اليوم أبدا نعلن من هذا المؤتمر العالمي الدولي الذي يضم علماء لهم قدرهم وشوامخ من أئمة الإسلام رأينا الذي نثق فيه كل الثقة لأن فلسطين لن تتحرر والقدس لن يعود إلا بالعودة إلى الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة